بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح ناخذ عزائي الطلبة كيف نحسب Double Integrals و على المنطقة اللي هي سمناها أوميغا اللي حكينا دائما تكون Close to Bound ومرسومة في l-X, Y, D عندي نوعين من المنطقة هاي النوع الأول اللي بدنا نكامل عليه اللي هو لما تكون حدود X ثوابت من A إلى B لكن المرة هاي Y ليس الثوابت لأننا اقترانات ذلك من بداية لا يجوز الفك اقتران double إلى تكامل أو التكامل ثاني الآن كيف بدنا نجري أعملية حسابية ل double integral double f of x y dx dy انظر إلى الحدود التي يجب أن تكتب بالأول سواء كان double دائما أنها ملاحظة أن تكتب الحدود بالأول الثوابت بعدين حدود الاقترانات اللي بالنسبة لأول كامل بالنسبة لأول بعدين بالنسبة لأx y تساوي phi 1 هاي واتساوي phi 1 y تساوي phi 2 وحددنا أميجا في المنطقة x ساوي A ساوي B ساوي C close وbounded انه الثاني لما تكون أميجا حدود y الثوابت نبدأ فيها سيلة d ولكن هون dx dy ونقامل بالنسبة لأx بعدين بالنسبة لأy لأن x بنبصي 1 بنبصي 2 بنسبة لأy ترانات x بدلالة y هون اختران y بدلالة x نشوف احنا المثال الأول احسب double interior x ترين y dx dy وبدنا نأخذ أميجا حدودها من 0 أقل من أو تساوي x x أقل من تساوي 1 y بنسبة ومن 0 وي بتساوي 0 y بنسبة y بنسبة 0 هي رسمتها وهاي تساوي 2x y بنسبة 2x x بنسبة 0 y بنسبة 0 ومن 0 صار عندي منطقة هذا المثبث اللي أمامك OMEGA و حدود Y من صفر الاثنين بيس أنا نرسم لك سهمي لكي نعرف أنه الانتقال من الحدود من الأسفل إلى الأعلى الآن أنا رسمت مقطع وهو النوع الأول Type 1 ل OMEGA يجب أن نرسم المقطع اللي هم نوع الأول يوازي ال Y AX على طول إذا كان مرسوم عندك يوازي ال Y AX بدي يكون التكامل DY على DX هنا انتبه DX DY مع OMEGA مش مهمة الآن الآن لما نقول إنه بدنا DY DX بتكون هالمقطع مرسوم أمامك DY DX نحن نخذ Y من صفر إلى اثنين X و X من صفر إلى واحد ويجب أن يكون التكامل أولان حدود ثوابت حتى يطلع عدد كامل بالنسبة ل Y Y تربيع 2 بعدين عوض حدود Y 2X0 فيصبح الإقتران بالتالي بذلالة X تكامل سهل عوض مرة صفر مرة واحد الجواب 2 على خمسة الجواب نفسه 2 على خمسة شوفوا النوع الثاني نفس الرسمة لا نغيرها ولكن هون بعدين عوض ويجب أن تساوي 2X X تساوي Y على اثنين ويجب أن تساوي واحد وهذا المقطع يوازي X axis فبدو يكون التكامل DXDY DXDY المقطع يوازي X axis والحدود X السهم أنا رسم لك إياه حتى تنتقل من اليسار إلى اليمين وهكذا هاي حدود X مكتوبة X تكعيب على ثلاث نعوض حدود X اللي هي واحد وي على اثنين بصير عندي اقتران بY بساهة القرونوميال ثماني وي تربعة وهكذا تحسب عندك 2 على خمسة نفس الجواب بلنا الآن نكامل X وي والأوميجا X تربية وي تربعة عبارة عن دائرس خطرها اثنين ولكن بالربع الأول احنا بدينا بالربع الأول طيب بيقول لك using type 1 النوع الأول لأوميجا بده يكون مقطع يوازي ال Y أكسس الآن Y تساوي 0 وي تساوي جذر 4 ناقص كس تربية نأخذه من هنا Y تساوي 4 ناقص كس تربية وي تساوي تحت الجذر والانتقال من الأسفل إلى الأعلى هاي تكامل هاي حدود Y وي تساوي 0 بعد الرسم حدود Y نساوي تحت و X من 0 إلى 2 الجذر بده يروح لأنه Y تربية عثنين نعوض فبصير عندك بنونوميا نصف 0 إلى 2 X 4 ناقص كس تربية DX بعدين بتكامل أما النوع الثاني نفس وميغا الآن X تساوي 0 دائماً هاي X تساوي 0 وي تساوي 0 الآن X تساوي 0 X تساوي تحت الجذر 4 ناقص Y تربية الشغلة المهمة عندي أنا لما ترسم أنت أوميغا لازم X تساوي X تساوي لأنه المقطع يوازي X أكسس نفس السؤال X Y X Y X Y D X D Y هنا بصير عندك X تربية عثنين هون Y تربية لأنه نسبة للأول لأنه نسبة للأول هاي الثوابت أجهد بالأول والتربية عثنين هاي البنونوميا تكامل سهل جداً أربع Y تربية والتكيب تحسوه بعثنين الآن إذا أعطيت أوميغا اقترانين يجب أولاً أن نجد نقاط التقاطع X تربية تساوي 2X تحسبها فلا عندك صفر و 2 هاي صفر و هاي 2 هاي رسمة 2X و هاي تساوي 2X خطي هاي X تربية هاي النقطة دائماً إذا طلع X طلعها فوق Y بسرعة Y يالله المرسوم أمامك مطع يوازل Y أكسس يكون DYDX Y من أين إلى أين من الأسفل إلى الآن تربية 2X والكامل بعدين بسر أنك اقتران بX نشوف إذا كان في خطأ في الجوان يصححه ولهو 22 على خمسة الآن النمط الثاني من الأسئلة واللي موجود كنتم بني change the order change the order أنا معطي معاي سؤال DYDX بروح ينقل التكامل الثاني مطرح الأول الأول لا غلط كي بدنا نحل أول خطوة نرسم رسم أميجا بداية بدنا حدود أميجا حدود أميجا تأخذ من السؤال إن لم تكن تعطى بسؤال فأميجا هون من السؤال الزيرو أقل من X X و هذه الرسمة توضح أنا بدي DYDX مقطع هاة النوع الثاني و هاة الصغر تساوي X تربيا حولها X تساوي جذر Y و هاة صغر تساوي X تساوي تكامل X تكعيد X تكديع Y قوة نصف Y قوة ثلث F X Y B X T انتبه هون للمقطع اللي هو وازي X axis X تساوي X تساوي والانتقال من اليسار اليمين مثال خامس يبنك كامل المثال خامس انتبه جاي شوف كيف عندي حدود أميجا Y تساوي صفر انت وين Y دوله Y تساوي صفر Y تساوي واحد X تساوي سالب واحد X تساوي Y وهذا المقطع يوازي X axis لانه السؤال dx dy هذا رسمة السؤال change the order الان بدنا نفس الرسمة لا نغيرها بس المقطع بدي يقول بشكل عمود dy 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 x باللاحظ المقطع بدأ واتساوي صفر ومنتقل الى خط ثاني ولم يحافظ الانتقال هون بدايته بدايته صار X تساوي واحد فصار عندي أميجا أميجا 1 و أميجا 2 أميجا 1 من ناقص واحد لصفر X وي بتساوي صفر وي بتساوي واحد فقط أميجا 2 من صفر لواحد و Y بتساوي X وهون Y بتساوي واحد تساوي الآن التكامل على أميجا أميجا 1 زائد أميجا 2 ونعوض في حدود أميجا 1 و أميجا 2 معطا أميجا 1 و أميجا 2 ونكامل بالنسبة لو y بسرق طران بY بعدين نعوض واحد صفر واحد X بسرق طران بX تساوي ناقص ٢ ونعوض ناقص ٢٣ سؤال آخر وميجا 0 أقل من أميجا X و X تربيع على أربعة أقل من أميجا Y و Y أقل من أميجا أو تساوي ثمانين عندي اقترانيا نقاط التقاطع بساويين ببعض تطلع X ساوي أربعة ناقص ٨ مرفوضة X ساوي ناقص ٨ لأن أن 0 أقل من X و X أقل من أربعة نأخذ فقط X تساوي أربعة وهذه رسمة القتران X تربيع على أربعة وهذه تساوي ثمانين ناقص X هاي أميجا هاي رسمة السؤال نحول لمقطع أفقي انظر بداية X تساوي سفر هنا X تساوي 2 جدر Y هاي أميجا 1 هاي حدود X حدود Y بصف الأربعة بينما هون حدود X حدود X ساوي صفر لكن شو رسم ترى X ساوي ثمانين ناقص Y هون ثمانين ناقص X ونطلع من X ساوي ثمانين ناقص بصير عندي حدود أميجاي مكتوبة أميجا 1 أميجا 2 ونكامل تكامل على أميجا 1 زي تكامل على أميجا 2 ونكتب الحدود نجد بالنسبة ل X بعدين بالنسبة ل Y وأرجو أنك تكامل وتطلعيني الجواب يعني البلونوميا لا بلونوعمال سهل وتعود شوف الحل حتى يكون عندك تافل صح 0 لأربعة أربعة على ثمانين والسؤال اللي قبله ناقص واحد إلى سفر ناقص واحد إلى سفر ومن سفر إلى واحد أرجو أن نهتم هنا في الأسئلة التالية عندي خمس مسائل أرجو أنك تتحلين ويعطيكم ألف عافية ولكن تحضل ومن السفر ومن سفر إلى آلة اضغط ومن سفر إلى مصر يمس حتى